احط ايه تاني لغتي غير الزيت والسكر والروز احط لها ايه تاني اه اجيب لها كيلو لحمة كده من عندي من الفريزر احجيبولها بالمر اهو ينفعها برضا وابقى اديها كده الف جنيه كمان كده اهو تماشي نفسها بيه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه يا محمد في ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا سعاد في ايه مالك يبقى بص كده ليل ايه ده انت مطلع الحاجات دي من مطبخ ليه كده مطلع المكرونة والزيت والسكر والحاجات دي كلها ليه ان شاء الله وايه اللحمة دي كمان انت مطلعها ده كده اتفكه وطبوز اصلي ما دي حق تكلمتني قايت لي والله العظيم ما عندهم ولا ازازة زيت في البيت ومحتاج ان شاء الله ازازة واحدة بس تماشي نفسها بيها يعني على اول الشهر ايه وقت تكلمتك عايز ازازة زيت ايه كل الحاجات دي كلها اشي لحمة ورز وسكر هو ايه ايه المشكلة يعني ما انت عارف ان ايه بحتاج الحاجات دي كلها وبحتاج بالزيادة يعني راح تدهم لها ليه بقولك ايه مما اطلعش الحاجات دي كده كلها واتبعزها الحاجة بقت غالية دلوقت وبلاش الفنجرة اللي انت عايزت فنجرها دي فنجرت ايه يا بنتي بقولك اختي كلمتني ما عنداش وزازة زيت ومحتاجة ايه المشكلة يعني ما اخد شوات حاجات من عندنا من بتوع التاموين حتى يا سنت مناش جايب من الحاجات اللي احنا شارين هم حر يعني من بر ليه كده في ايه وبعدين هملاحظ زي عن كل ما اقولك اروح لمديحة اروح اتطمن عليها اروح اجيب لها حاجة اسوي حاجة دايما انت قابليني كده بالبوز والوش المنكشر ده ولأ ما تروحش ولأ ما تديش ولأ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجمعة وكلمتان اللي انت حفظهم دول في ايه مما تسيبيني براحتي يعني اروح ادي لاختي الحاجات اللي هي محتاجاها دي هيا اختك يعني احسن مني ولا احسن مني مما جوزها بيشتغل واكيد بيجيب لها حاجات بس هي بتحب توفر كلا وتعينه ويجيب لي نفسها دهب يا اخويا وتكنزهم مما ما تسيب الحاجات دي عندي في البيت انا بحتاجها ست اعتبرية ست الموسم بتاع العيد اللي رايح الاختي يعني هدهولها كل الاخوات بيروحوا للاخواتهم البنات وبيجيب لهم موسم ويجيب لهم شوية حاجات اروح لها يعني بكل اللحمة دوت يعني وادها الف جنيف ايديها على التبرية ست يعني عادية للعيال وشوية الزيت والسكر ومكارونا واجيب لها شوية بطاطس وطماثم كده وانا ماشي بالمرة يعني اروح لاختي كده فرحها مش كله يعني اللي ربنا رزقه يعني وكرمه هو اللي بيجيب غير كده يعني خلاص بيخلي خيره لبيته وبعياله ومحتاجين الحاجات دي كلها مش روحت اخد لي اخويا من مطبخ من عندي وطروح تديه لاختك متين زيخوة تشتريلها وخلاص برضو حيكت هيجيب لها حاجات من تحت برضو اشتري حاجات من تحت واسئلت يعني بجمالية يعني الحاجات اللي عندنا يعني واحنا عندينا حاجات دي بزيادة مش هتأثر معاك في حاجة لا يا اخويا تأثر معاي وتأثر في البيت كمان الحاجات ده اغطينا قص من عندي في البيت وانا واخدى نايب عندي عدد معاية وبعد كده احاجة اقولك بقى هات لتوع تقولي ليه ومش ليه وكلمتين بتوعك انا معاش معايا وكفي نفسك وكلمتين بتوعك دول وبعدني يا اخويا بقى ايه احنا اولى بالفلوس والمصارف انت عايز تصرفها على الفاضي دي اقعد كده اوه دا كده يا حبيبي وزبط نفسك بس وفلوسك والالف جنيه انت عايز تصرفها برا دي يا اخويا ما نكون تطلب منك من يومين كده اطاق ما جيبت قوليش ليه تروا معاك الالف جنيه ده الشيخة انت حاجة صعبة اول وكل ما اقولك انا عايز اروح لاختي ولا عايز اجيب ليه حاجة لازم تعمللي معايا اللي شويتين بتوعك دول ما انفعش يعني التقابلين كده بطرقة كويسة تقول له مال وخد كمان وهتلها واشتري لها زي ما فيه ستات حلوة كده بتعمل مع جوازاتهم بقولك ايه اندخل اشوف الغد واشوف الحاجة اللي عندنا وادخل حاجات دي جوه المطبخ تاني ما عطش تطلعها تاني بقى لو سمحت ستغف الله العظيم يا رب ده حاجة تعرف وليه صعبة ولو عملت بقى عكس اللي قليته يبقى ليلتي سودة ونقعد بقى شهرين في خناء ونقار وتابيني ببوزها قد كده وتبقى مش طيقة نفسها والكلمة على قد الكلمة حاجة قرف حاضر حاضر يا اللي بتخبط ايه ده اخويا تعال تعال ياحمد ادخل تعال تعال ياحمد حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احط لك الحاجات دي فان خليها خلاها يا حبيبي هن حاطة ايوة جنب الفوتي كده ماشي قطر خيرك والله يا حبيبي كده ياحمد كده كل ما تجيني تبقى شاله ومحمل حاجات كده كتير ايه بس يا ست هو احنا لنا الا بعض تعال تعال ادخل محمد موجودة هو تعال اتعال اعد معاني حمدك بتحبك احنا لسه نتغدى تعال ادخل اهلا نهلا زاكي ياحمد منور والله ده ابنورك يا حبيبي ابنورك والله حضر لنا بقى لغد عشان نتغدى كلنا مع بعض او مالو ما انا لسه بقول له والله حمدك بتحبك احنا ناكل بقى كلنا سوا مع بعض شفت يا حبيبي اخويا جاي وشايل وجايب معاه ايه كل شوية ما يجيلي كراوي يبقى شايل ومحمل والله ده زمان مراته ايه هتطر بقى عشان عرفت ان هو هيشتري لحاجات دي كلها مين قالك ده سهير بتحبك اول ده هي اللي ايلا ليخد واشتري لها وعمل لها وهتلها وهتكل لها حاجة ده ده هي النزلت معاى اخترت الحاجات دي كلها معاى قايتلي هتلها لحمة وهتلها خضار وهي بتحب الفكهة الفلانية وجايبالك على فكرة خوخ من اللي انت بتحبه كمان قايتلي هتلها بجد المراتة كالا قايتلك الكلام ده والله العظيم بنت اصول يا قتل ربنا يباركلك فيه اهي دي فعلا زوجة الصالحة قصدك ايه يعني يا محمد في ايه في ايه جماعة ملكم ومستغربين ليه كده مقاسور بتحبك وانت عارفة انها بتحبك يعني ايوان عارفة انها بتحبينها تان بحبها اوي والله هنستغرب ليه عادي اقصد فيه ستات كده يا ابني كل ما اجهزها يقول لها اشتري حاجات الاختي تلاها وقفيت له كده هوت زي العظمة في الزور عما تقول له لأ وما ينفعش وما يصحش والبيت محتاج والبيت عايز واللي يحتاج والبيت يحلم على الجامع وعميت له الليلة وموضوع عشان يجيب حاجات الاختي لا 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 يا اخه اللهم احفظنا ويبعد عنينا ستات المنعد ده ده ستات لعنة يا اخي ده ايه ده مع معقولة فيه ستات كده الحمدول اللي احنا ربنا مقعناش في ستات زي دي اه والله عندك حق بس هقولك ايه بقى يلا حظوظ خلص الراجل كده اللي يتجوز واحدة ما شاء الله تساعده وتقوين هو يبره اخواته ويبر اخته البنت ويساعدها وناس تانية يبقى حظة انها تاخد واحدة تقعد تستكتر على اخته النعمة ما 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 خلاص يا محمد خلاص خلاص يا محمد وفق يا جماعة فيه حاجة كده انا مش فاهمها هو انت عمين تير مكرم لبعض خلاص ايه وفق ايه اللي فيه يا سحمد بقى النختك من الستات اللي انت بتقول عليهم اللهم احفظنا وربنا يبعدنا عنهم انت بتقول ايه انت بتقول النختي بتعمل كده من الستات اللي بتقطع الراجل هو يجيب لأخته ويبر اخته ويودها ويجيب لها حاجات ويدها فلوس اه والله يا احمد زي انا بقول لك كده اختي متلمان وبتقول لي ما عنديش ازاز الزيت اطبخ بيها معلش لو عندك ازاز الزيت حتى ما بتوع التموين تجيبها لي افكي بها زنقة يعني على ما جزي يقبض ونبقى نجيب التموين اول الشهر روحت اجيب شوية حاجات كده من المطبخ كمان مع ازازة الزيت كس سكر على كس روزي يعني علش كسين مكرونة وقلت اجيب لها يعني كس لحمة من الفريزر عندنا ما احنا الحمد لله يعني عندنا الخير الحمد لله وقلت اديها الف جنيه في ادها كده عادية لها وللعيال اختك بقى شفت الموضوع ده وليه وليه وازاي ومش ازاي وكده كتير واحنا محتاجين وما تجيب لها اشتر ما كنت عايزة طعمة ما تجيب لنا الطعم ومش مومة اديها الالف جنيه ورجعت الحاجة اللي انا طلعتها رجعتها تاني طب يا سبت سبيلي حتى ازازت الزيتها اديها لها اللي هي محتاجاها لا مش هتديها حاجة اجوزها بيشتغل ويصرف عليه خلاص يا محمد بقى خلاص خلاص بقى اخصى عليك يا شيخ ده انا لسه بقول الله ما احفظنا ما ما عندناش الستات ديت ومفقرك بنته اصول وان انت اللي بتزود الحاجة اللي هو هيدها لخته كمان تقوم انت لتعميلي كده تخدمينه لحاجة وتقول لأ هرجعها تاني مكانها ومش مومة تدي لختك حاجة طب انت ايه شعورك واحساسك وانا دخلك كده البيت وانا شايل ومحمل واهل الشارع والبيت شايفيني كده وانا شايل ومحمل وجايل اختي طبعا بقى مبسوطة وفرحانة وبقى افتخر بيك كده قدام سلفاتي وقال لهم اخويا جابلي واخويا حطيلي وشالي وجايل وداني وبقى مبسوطة بيك طب ما هي كمان اخته وهو هو داخل عليها بقى فرحانه جايب لها وعايز جيب لها الدنيا كمان كلها وهي زي احساسك كده حتيبها مبسوطة ان اخوها شايل وداخل عليها انت ليه تعملي كده ليه تكسري فرحيتها كده وتخليها ففنظر اهل جوزها ان هي يعني فيش حد يودها ولا حد يجيب لها حاجة ليه تعملي كده نقصك ايه ولا ايه ما بيجيلكيش جوزك بيقول ماشاء الله الخير عندك ماشاء الله يعني ليه تستقطر الحاجة على اخته جوزك ليه ما هو يقولك يديها حتى زي زيت لا لا ما تشاهد تديها وتديها وانتي مالك انت ما هو اللي شاري وهو اللي جايب وهو اللي بيعمل كل حاجات ده وعايز يدي لخته منها كمان ده بدل ما تزوي ديها وتقوله خد لها وهكليها وتشتري لها انت كمان عباية ولا حاجة وتقوله خد الدهالة هدية مني ليها ايه يا بنتي في ايه مالك احنا ما تربناش على كده معلش انا غلطت والله انا غلطانة بعترف ان انا غلطانة فعلا وان انا فعلا معتش عامل كده تاني انا مش عارف يعني ببقى انانية فجأة كده وبحس ان الشيطان كده وقفه وش معلش سامحني يا اخوي الشيطان ضلي هو جواك انت من جواك ما انتش كويس بس اقولك على حاجة انت انت اللي شجعت مراتك على كده لو قلت عملت اللي انت عايزه وخلتها تغبط دماغها في الحيط ما كانش ده يبقى مصيرك دلوات انت ما قاطع وقتك بقى لك يجي ست شهور ما بتروح لهاش عشان خطر الستهاني مختي عمالة تقولك لا ما تروح لهاش وانت ماشى ورا كلامه وما بتقولهاش لأ ابدا قلها لأ وغصبا عنها اروح لوقتك وزورها ووديها واتلقى الحاجات اللي انت عاست الدهال على بس الفكرة انا مش عايز عاكنة على نفسه وعاكنة على البيت لان هي ما بتزعل بتاخدها يجي شهرين ثلاثة على ما تفك يعني والعيال ما لهمش زند بتوع تزعل فيهم وتطلع فيهم وكل كلمة والتانية اللي ترد علي ويعنا مش عايز اقولك يعني انا بعمل كده بس مخصوص والله عشان خطر البيت والعيال وعشان معاشتنا ما تبقاش كلها نكد والله ما عارف اقولك ايه بس عمتا الغلط عندك انت لانك انت ما عاودتهاش من الاول على كده ان كلمتك تبقى واحدة وطالما قلت تروح لأختك وانك هتاخد لها حاجات يبين مرفوض ما كانتش تمدي ادها عليها ولا ترجعها تاني ولما تقول انك عادت تروح تزور أختك وهي ميت مرة قلت لك لأ ولا ما تروحش تروح غزبا عنها وادبا ليكي وتصرفاتك مع جوزك واختجوزك دي انا هاخد الحاجة اللي انا جبتها وده اخر مرة عادتها هتخلك بيتك لا خلاص خلاص يا احمد عشان خطري معاليش اسمحني والله معاليش هعمل كده تاني ووقت ما هو عاوز يروح لخته يروح برحته والله معاليش هتكلم تاني ولا هرتح بقل لا خلاص ولا معاليش انا خدت قرار وهاخد الحاجة اللي انا جايبها لك خصارة فيك والله وكلام هنا مش لخته بس الكلام لكو كلكم كل واحد عارف نفسه يوم ما بيفكر ان هو يروح لخته ولا يزورها ولا عايز يبداها فلوس ويلاء امراته تقف في وشه وتقوله لا ويسمع كلامها ويقعد عشان خاطر ما يزعلش امراته يستاهل اللي بيحصله وانت يا هاني ياللي بتمنعي جوزك ان هو يود اخواته ولا اهله امه وابوه لكن انت طبعا اهلك يجولك واخواتك يجولك ويشيله ويحمله ويرفعه راسك قدام اهل جوزك لكن هو عيب وحرام اتق الله اتق الله لاني داي انت دان وما ننساش نقل رأينا في كومنت وتصلوا على النبي